لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفعق المؤمنون بنفر الله يوفو من يساق يوفو من يساء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون الآخرة هم غافلون الآخرة هم غافلون الآخرة هم غافلون ما خلق الله السماوات والأرضى ما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أعلم يسيروا في الأرض فيعبوا كيف كان عاقبة عاقبة الذين من قبلهم كانوا أسد منهم قوة كانوا وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْلِمَهُمْ يَغْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَغْلِمُونَ 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 أَنْكَلَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أَنْكَلَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُوجَعُونَ يَغْلِمُونَ 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 ولن يقل لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روحتي يحبرون وأما الذين كفروا وكلبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب مؤمنون فسبحان الله حين تمتون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيد الأرض بعد الموتها وكذلك تخرجون فسبحان الله حين تمتون وحين تصبحون وحين تصبحون commemorاء السماوات والأرض وعشيا وحين تصبحون يخرج الحي من الميّت ويخرج الميّت من الحي ويخرج الميّت من الحي ويحيّ الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقتكم من ثواب ثم إذا أنتم بشر فانفشغون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض واختلاف ألسمتكم وألوانكم ألوانكم إن بذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم ألوانكم في الليل والنهار والتغاؤكم من فضل إن في ذلك ما آيات لقوم يسمعون ترجمة نانسي قنقر يريكم الضرق خوفاً وصمعاً يريكم الضرق خوفاً وصمعاً وينزل من السماء ماء فيحيبه الأرض فيحيبه الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعتلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض أرغب إذا أنتم تخولون وله من في الزراوات والأرض كل له قانتون وهو وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله وله المثل الأعلى في السماعات والأرض وهو العزيز الخفيل وهو العزيز الخفيل ومن أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في هزاء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم فذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون فلتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقب وجهك للدين خنيفة فأقب وجهك للدين خنيفة تطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر على الناس إذا يعلمون ترجمة نانسي قنقر